اهلا بكم مجددا في محورنا الثاني سنتحدث عن محافظة السويداء التي شهدت اشتباكات بين عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني وعناصر تابعة لقوات الكرامة وهو ما أدى لسقوط جرح بين الطرفين واليوم تسود في المحافظة حالة من الفلتان الأمني مع تغاضي ميليشيا أسد عما يحدث داخل المحافظة نتابع التقرير ونعود للحدث حالة من الفلتان الأمني تعيشه محافظة السويداء يزداد يوما بعد يوم ويحمل الأهالي تبعات الفوضى الأمنية التي تسود بمحافظتهم لميليشيا أسد فبعد انتشار حالات الخطف خلال الفترة السابقة ورواج تجارة المخدرات والحشيش تجر اشتباكات بين الميليشيات المختلفة الموجودة في المحافظة فقد شهدت السويداء اشتباكات بين ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام ومقربين من قوات الكرامة وذلك على إثر قيام عناصر الميليشيا بإطلاق النار أمام منزل حسن الشعار في قرية الكفر لأسباب مجهولة وتطورة الأحداث حتى أدت إلى تبادل إطلاق النار بين الطرفين الأمر الذي أدى إلى إصابة صاحب البيت بجروح خطيرة بالإضافة إلى إصابة باقي العناصر بإصابات طفيفة ناشطون أرجعوا تدهور الوضع الأمني في المحافظة إلى الجهات الأمنية التابعة للنظام التي عملت خلال السنوات الماضية على رعاية تشكيل مجموعات مسلحة مرتبطة بها لخدمة أهدافها وتغاضيها عن عمليات السرقة والخطف التي تجري في مناطق سيطراتها حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ حافظ قرقوت الكاتب الصحفي معنا عبر سكايب من ستوكهولم وينضم إلينا أيضا من عمان المحلل العسكري العقيد سماعيل أيوب مساء الخير وأهلا بكم أبدأ معك أستاذ حافظ هل ترى أن هناك اليوم مساعي ممنهجة من قبل ميليشيات أسد لاستفزاز قوات الكرامة المتواجدة في السويدة ويعني إحداث جلبة ما وتكون أهلية أيضا مساء الخير إليك ولضيفك ومشاهديك الكرام طبعا سؤالك هو الحقيقة بنفسه يحوي الإجابة بما تفضلت به هناك مساعي مستمرة من النظام لتفتيت هذا المجتمع والاعتداء عليه وعملية انتقام حقيقية يقوم بها هذا النظام كان يحتاج جدا الخزان البشري الموجود في السويداء لمعركاته في إدلب كان يحتاج أيضا الوقفة أن تكون شاملة بالسويداء لكي يقول أمام العالم بأنه ما زال هو النظام الماسي بكافة زمام الأمور على الأرض السورية وهو أيضا حامي الأقليات من التدخل الوحش السني الذي يريد أن يظهره للعالم بهذه الطريقة الفجة حقيقة ومنها هنا نجد دائما التهديدات إما من البادية السورية من داعش وإما أحيانا كانت طبعا قبل المصارحات من الغرب عن طريق ما يسمى جبهة النصر أيضا في مرحلة سابقة أعتقد بأن النظام الآن يعتمد على ميشياء الداخلية لتفتيت الوضع داخل السويداء مثلا على سبيل المثال قبل يومين رميات قمبلة أمام المشفى الوطني قمبلة صوتية لكن سمعت في أرجاء المحافظة وهكذا يريد أن يوتر الوضع بشكل عام ليقول أن هناك فراغ أمني وحقيقة هناك فعلا فراغ أمني لأن يريد النظام من إعادة انتشاره الأمني في السويداء سوق شباب السويداء إلى الخدمة العسكرية وهذا بالتأكيد لن يتوفر له ضمن المعطيات الحالية فالأسباب التي منعت شباب السويداء من الاتحاق بالجيش ما زالت قائمة إذ هم تنعوا عن مقاتلة أهلهم السوريين وعدم الدخول في هذه المذبحة السورية لكي لا يحملوا هذا الدم في تاريخهم يريد النظام أن يحملهم هذا الدم وما زال هذا النظام القاتل المجرم قابب في دمشق وأعتقد سيستمر هذا السيناريو على ما هو عليه وربما يتفاق سيادة العقيد يتحدث الأستاذ حافظ عن فراغ أمني داخل محافظة السويداء على رغم من وجود قوات وهي تقوم بحماية البلدات قوات محلية تتبع للأهل تقوم بحماية هذه المدينة هل هذا الفراغ الأمني بسبب عجز هذه القوات عن تقديم حماية فعلية للمدينة أم أنه متواجد لأسباب أخرى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحية لك ولأخي أستاذ حافظ ولأستاذ مشاهدين يعني فراغ أمني من أين يأتي فراغ الأمني؟ إذا تحدثنا عن الأجزة أمنية موجودة في السويداء فهي كثيرة تابع للنظام طبيعة الحال كل فرعة الأمن أضف إلى الفرقة 15 قوات خاصة التي تحيط كتائبها وأفواجها بالمدينة من كل حد بنوصوب لكن أنا أعتقد أن مطالب النظام من السويداء بتسليم أبنائهم وقد تحدثنا عن ذلك كثيرا من أجل سوقهم الخدمة الإجبارية التي قُبلت بالرفض وهذا المجتمع المتماسك بجميع أطيافه يريد النظام أن يفتت هذا المجتمع تارة بداعش تارة بالبدو تارة بما تحدث عنه أستاذ حافظ من الجهة الغربية من أخوانهم السنة في ذرعة والآن هناك مسلحين من أبناء الكرامة يريدون أن يحموا أنفسهم من ألاعب النظام وبالتالي ماذا يفعل النظام حتى يخلق هذه البلبلة في مدينة السويدة يجند ميليشيات تابعة له تقوم بخلق توترات أمنية بين العائلات في السويدة وهذا ما يجعل هناك إسفين وشرخ في العائلة الدرزية في قلب مدن وقرى السويدة وبالتالي تصبح حالة من الذعر والهلع وحالة من عدم وحالة من الانفلات الأمني بالضرورة يعني يجب على الدولة أن تتدخل لقمع كافة المسلحين وبالتالي يصلون إلى غايتهم وهي كما يقال بالعمل تشليح السلاح أو مكافحة فصائل التي تحدثنا عنها سابقا التي ترفض قوات الكرامة التي ترفض يعني خطط النظام جملة وتفصيلا وأنا أعتقد أنه يعني لو أرادت قوات النظام بكافة هذه الأجزة الموجودة في السويدة وبفرقة 15 لن تحدث هناك حدث أمني وحدة لا من قبل منطقة الصفة وتلول الصفة وأطل الدياثة ومن قبل داعش التي أجلبهم نظام إلى هناك ولا من قبل هؤلاء الماريقون الذين يحملون السلاح في شوارع السويدة وقرى السويدة ويطلقون النار يمنة وسرة واختطاف أناس من باقي المناطق اللاجئين في منطقة السويدة وطلب فديات وأيضا رأينا في فترة من الزمن سابقا اختطاف شاب أردني كان يتاجر إلى شراء التفاح من هناك يعني هذه الحوادث جملة وتفصيلا المسؤول عنها قوات النظام هي التي تريد أن تخلق شرخ في العائلة الدرزية الكريمة في محافظة السويدة حتى يتسننها بالضغط على الروس بأن تتدخل بالقوة العسكرية لأن خصوصية هذه المحافظة ومكوناتها تمنع نظام من استخدام ما يستخدمه النظام على إدلب وحمص وغيرها من استخدام الطائرات والدبابات وبالتالي يعني لا تستطيع أن تقتحم هذه المدى بالوحشية التي اقتحمت فيها تلك المدن إذن يلجعون إلى ماذا إلى وسائل المخابراتية يعني الأمن الدولة منها لمخابرات العسكرية منها لمخابرات الجوية وخلق صراعات بين مكونات البلد واحد يعني هنا عاك عائلتين في الكفر الذين بدأوا بإطلاق النار على بعضهم هل هذا إطلاق النار هل هذا بريء يعني من عائلة الشعار أو من عائلة الثانية لا هذا ليس بريء هنا مدعوم طرف مدعوم من قبل النظام أطلق النار على عائلة الشعار وبالتالي وقع هناك إصابات وهذا ما يستفيد منه النظام حقيقة وهو يعوم لهذه الظاهرة ليس منذ هذه الثورة خاصة في مدينة سويدا منذ عقود وقد هجر الكثير من الدروز إلى فنزويلا وأستراليا وأفرغ المحافظة من مكوناتها الطبيعية أستاذ حافظ يعني اليوم كما لا يخفى على أحد الواقع الأمني على رغم من وجود كل الأفرع الأمنية لنظام أسد داخل مدينة السويدا والفرقة 15 كما ذكر سيادة العقيد إلا أنه الواقع الأمني متردي جدا داخل مدينة السويدا حوادث قطف حوادث قتل وما إلى ذلك الواقع الاقتصادي أيضا متردي وهذه الأمور تضغط على الأهالي المتواجدين داخل مدينة السويدا وداخل محافظة السويدا ألا ترع أن هذا الضغط قد يؤدي إلى ما يخشى منه من حالات ثائر وحالات خلافات داخل هذه المحافظة بين الأهالي بالتأكيد هو يريد النظام أن يصل إلى هذه النقطة والسلسلة التي تكرم بها ضيفك سليمة دقيقة كمان ويريد أن يحصل على شرخ حائري داخل الأسرة الواحدة لكي يكون كما تفضلت بالسؤال فأر مضاد وتأكل نفسها من الداخل فهو سابقا حاول أن يزرع الخلاف مع درعة ثم مع البدوء ثم جاء من لبنان أيضا بعض مرتزقته عبر حزب الله ودعم حزب الله ليوقلوا تلك النار لكن حتى الآن ما زالت السويداء بشكل عام متماسكة كما قال أعتقد أن تماسكة هو ما يجعله يستمر في هذا السيناريو يعني لو السويداء ما زالت لو خزمت أمام النظام لرأيناها الآن يسيطر عليها بشكل طبيعي كما اللاذقية وكما مناطق أخرى وكانوا أبناءها الآن في معركة إدلب أعتقد أن هذا النظام بهذه الطريقة ليس فقط يريد أن ينتقم فقط من السويداء هو عمليا كما انتقامه من بقية أنحاء سوريا من دير الزور إلى دمشق إلى حلب هذا الانتقام العام هو يريد أن ينتقم كما أراد أن يسوق للتاريخ بأن حفظ الأسد بنا سوريا الحديثة يعتقد أن ببعض البنايات التي شوهت المعالم العمرانية في سوريا على مدى عقود وبعض المنشآت التي ابتزتها تلك المافيا يعتقدها سوريا الحديثة يعتقد بأن فتح مشفى بسيط هو سوريا الحديثة يريد أن يدمر ذلك ويدرك النظام بأن عائلة الأسد أصبحت من الماضي يريد أن يشوه سوريا التي بنيت تاريخيا منذ مئات سنين وليس فقط عمليا رغم أن ذلك يريد أن يظهره بأنه الذي يعني انظر إلى كيف يعيد تمثيله إلى عخراب سوريا بما معنى هي نوع من التحدي أنه فتت المجتمع السوري دمره أخلاقيا دمر بنيته والآن يتعدى على بقية التفاصيل الدروز في سوريا هم من هذا التفاصيل حقيقة هم ذهبوا نحو التماسك المجتمعي السوري هم ذهبوا يعني انظر الآن كل من يعيش في السويدة يعيش آمن حقيقة كان من حلب أو حمص أو ريف دماشق أو درعة لكن أراد أيضا أن يعتدي على هؤلاء ولذلك عملية الخطف والخطف المضاد هو دائما تعمد خلال الشهرين الماضيين خطف تجار التفاح من دماشق الذين تعتادوا على شراء هذا المحصول من ظهر الجبن ما يسمى بالسويداء وتسويقه إلى دماشق خطف هؤلاء التجار في وخوفهم شكرا جزيلا لك حافظ قرقوت الكتب الصحفي كنت معنا من ستوكولم عبر سكايب الشكر أيضا للعقيد إسماعيل أيوب المحل العسكري كان معنا من عمان شكرا لكم بهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة من هنا سوريا نعود ونلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله